مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لإصبح الطاقس معتدل خلال الأيام القادمة معتدل أثناء النهار وأيضا أجواء لطيفة أثناء الليل مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن الكتلة الهوائية الحارة نسبيا قد انحصرت إلى الشرق وبدأ تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة معتدلة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء ما بين معتدلة إلى لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة فيوم الاثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى المتوقعة 29 درجة مئوية أجواء معتدلة في النهار والصغرى المتوقعة 20 أجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة ليلا أيضا يوم الثلاثة استمرار الأجواء المعتدلة في النهار واللطيفة بالليل العظمى المتوقعة يوم الثلاثة 29 والصغرى المتوقعة 29 درجة مئوية يوم الأربعاء أيضا العظمى المتوقعة 28 أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل وبتكون العظمى 28 والصغرة 19 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرة في الأماكن المختلفة من المملكة المناطق الشمالية أجواء معتدلة بشكل عام بالنهار إربل 3221 عجلون 3220 وجرش 3221 والمفرق 3220 درجة مئوية أما المنطقة الوسطى البلقاء 3021 معدر 3020 عمان 2920 البحر الميت أجواء حارة 3728 والزرقاء أجواء حارة نسبيا 33 إلى 21 درجة مئوية المرتفعات الجنوبية والمناطق الجنوبية المرتفعات الجنوبية أجواء معتدلة بالنهار اللطيفة بالليل الكرك 3019 الطفيل 2920 الشراح 2617 والعقبة أجواء حارة 3826 وإمعان أجواء معتدلة في النهار اللطيفة بالليل 3120 ومنطقة البادية الشرقية أجواء حارة نسبيا الأزرق 3521 الصفاوي 3420 وأرويشد 35 إلى 18 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة